مليم، إذا حكينا، راحت علينا راحت علينا مليم، إذا حكينا، راحت علينا قبل ما بلش رحب الفرقة الموسيقية بدي اسمع زقفي للكن حتى اسمع الضجة واسمع الطاقة الإيجابية لجمهورنا بستوديو غير هيك ما بتقبهم، غير هيك ما بتقبهم أنينية بيحبوا حالهم مش إن هيك ما بيزقفوا إلا لنفسهم، بدي اسمع زقفتكم هلأ للفرقة الموسيقية التيسير والفرقة تايم عبد النور معتصم نزوان عابد كسابيان ونجوة عبودة، أيوة لكان بدي غير الراقصة، نجوة عبود أهلا وسهلا فيكني، كيف كون شباب شتعت لكم أول شي، كيف كون جمهورنا بستوديو، الكورونا بعضو، هادي كل جماعة بنا نقولها، الكورونا بعضو، الإصابات عم بتزيد، كل ما نقول الراح ما بيروح، كل ما نقول صار ما بيصير، هلأ كورونا وأزمة اقتصادية معناته بحاجة نحنا نفكر من حواضر البيت كيف لا نحمي حالنا من الكورونا، تعرف انتي ما فينا لا بقى في مصاري نشتري كمامة، ولا بقى في مصاري نشتري أهل التنفس، بدك بش حالك بحواضر البيت، شو عندك بالبيت؟ زبيت حالك لتحمي حالك من كورونا، كمامة، عمول كمامة من إشي عندك إيها بالبيت، عمول كمامة من الملفوف، عرف كيف حط ملفوفي على تمك؟ مش بتعمل غازات، عادة الملفوف دايماً بيعمل غازات، هاي الحالة الوحيدة اللي بيحميك من الغازات، عرف تكيفوه دايماً مع الغازات، هلأ انتبه، أنا بحتاج انه هاي دي مش للكورونا، هاي بحطوها لما بيكون في تبولي على سنانك، بدك تخبيهم بتحط انتي كمامة من ملفوف، بتشيروا من خواضر البيت، من حط صحنا، التبولي بتلزاق منهم في بطلي بيين البقدوني، هلأ زي ما عندك ملفوف، عمول كمامة من الـ اشتركوا في القناة كمامة من بتنجان، اختراعها شاف اردنة، شاف اردنة، وهيدا الشاف قصة معروف بكل الاردن، بلقب شاف المحشي، يعني عرف تكيف معروف، وشان هيك اختراعها كمامة من بتنجان، وهو كل حياته اصلا هو وصغير اصلا اهله بيخلوه يعمل يعني كل شيء، اهله شو ما بيطلب بيقولوله عمون، مشان هيك خلص نجلق، سو طلع بقراسه انه يعمل كمامة بتنجان، عامل كمامة، من هو وصغير بابا، غنوج منه هو وصغير، يعني ما بيخلوه يعمل اللي بده ايه، غنوج البابا، غنوج البابا برافو عليك، بس كانت راحة انكت لو قلنا غنوج البابا، فاتطريت قول بابا غنوج، انتي دايماً عطيني الملاهزة لطيفون برافو عليك، فهو هدا بيحميك من الكورونا بطحينة يعني، قد ما فيك بيحميك من الكورونا بطحينة، هلأ، دعنا نكفر، نحن نبدأ نحكي عن شو فيه أخبار غريبة حول العالم، اختروا ببارفان جديد، عطر جديد، اسمه عطر الفضاء، دعنا نشوف عن شو هان بحكي. اشتركوا في القناة اختروا ببارفان اسمه عطر الفضاء، يعني اتخيلوا كيف ممكن يكون الفضاء ريحته، سألوا رواد الفضاء كيف الفضاء ريحته، وقعدوا يتخيلوا عملوا ببارفان يعني من ريحة الفضاء اسمه عطر الفضاء، بنكون انت قاعد كلنا غريب، يكون انت قاعد كلكم بالمكتب شا الناس تشتغلوا بنفس الشركة، مين حاطي تزحل؟ عبت كيف؟ هاي دي زريحة حلوة، مين حاطي؟ لا زريحة مش عطارت، مش عطارت، يعني هو بيعملوا وعملوا ريحة اللي شو اسمه بصير عطارت، يعني انت ريحتك كيف؟ انا تقريبا عطارت تقريبا جيد، تقريبا نفس الريحة، هلا بدك فوت انت تسأل تسأل الوهدي ازا بدك تبيعك بتقولها عملي معروف، بدي ريحت الامر، بتفاك رقم تلتشرة، عبت كيف؟ فبدك تشوف كيف تنتبه شو بدك تقول، مهم هاي ده عطر الفضاء، هلا بدنا نبلش بشوية ارقام قياسية اوكي، ارقام قياسية جنس بوك، اشياء صارت جديدة، ثلاثة عندنا ثلاثة جنس بوك صاروا بالفترة الماضية، لازم نعرف عنهم اكتر، وموضوع الارقام القياسية وموضوع كتير مهم، لازم بكل ح حلقة حلقتين، نحكي شوية عن شو عم بيصير ارقام قياسية حول العالم، اول واحد كسر الجنس بوك رقم الجنس بانه ليستورد دخل الموسوعة بعد كتبة الارقام من واحد للمليون بيظرف 16 سنة و7 شهر واستخدام سبع قلة كتبة وتسعتعشر الف وتمني وتسعين صفحة كتب من واحد يعني واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة للمليون، اخدت معه 16 سنة، كتب من الواحد أطول أصاص بالعالم، انت كان يقول لك كتب مئة سطر من الواحد مثلا، هيدا أطول أصاص بالعالم بس هيدا زلمي لازيز وكتير مسالم، بيعد للمليون قبل ما يعمل مشكل، والله يعني فهيدا الأول جنس بوك، ثاني جنس بوك بدنا نحكي عنه لليوم هو كسر رقم القياسي به في عدد من العملات يلي اعتبرت الأغرب بالعالم، من بينها عملة بـ 500 كوينتليون دينار يوغوسلافيا، يعني 518 سفر، صدرت بالـ 1994 لتكون أكبر عملة ورائية بيوغوسلافيا نقود الحمار هي عملة ألمانية طبعت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى دوم النقود نعرفت كعملات الطوارئ دولارات جزر كوك، ما في أي بنك بالعالم بيقبلها وبنحصر تداولها داخل جزر الكوك بس؟ هيدول بيجلس بوك، الأغرب أرقام كسين الأرقام القياسية، أكتر عدد أصفار، أكتر عدد صفر برقم واحد كان بيوغوسلافيا، يعني بالعملة 18 سفر، يعني بكون عندك أنت غرض مثلا بالسوبر ماركت، مساعرينه وبيبلش السعر بهايدا السوبر ماركت بيخلص بسوبر ماركتول حده، ما بيساعب. ما بيستغرب. ما جمعت الشيكله الفصولية هلقا إحنا لبحانه لحقينه لبنان يعني بعيد شارع عن سوريا ولبنان بس معتاد نعنا بالأسعار باسعار إحنا أعوزنا لحقينهم في نقود الحمار في عملة الحمار، آآ في عملة الحمار وهلأ هيدا عملة الحمار هيدا بيكون مجوز وعم بيصرف عمرته بيعمل له عملة الحمار هلأ إذا أنت مساحب وعم تصرف عصحبتك رح يعمل لك عملة الخروف هارف كيف فكل واحد بيعمل له العملة طبعيته وكمان آخر جينيس بوك رح نشوفه معنا رقم إياسي بيه إنقلندية أنا ليزا فلانجن هي صاحبة أعلى صرخة بالألف وتسعمية وأربعة وتسعين وصلت لمية وعشرين ديسيبال رقم إياسي كسروا استيستين من بريطانيا بالألفين رقم إياسي سنة الأربعة وتسعين مرة كسرته أعلى صرخة بالعالم هلأ مبدئياً نحن رح نكسره جماعة الجي بأعلى تصفيرة بس نشوف العسعار بالسوبر ماركت رح نطرق أيقل حنشوفها وإنتوا عرفتوا هدي كيف كيف كسرت أعلى صرخة كببولة صرصور أول مرة كان بتشوف صرصور عاملت أعلى صرخة بالعالم عرفت كيف هلأ كمان حدث غريب صرح حول العالم جماعة الماضية مرة خلى فيت بس شو الغريب بالموضوع إنه المرة خلى فيت في مشهد غريب إمرأة تضع مولودها في موقف سيارات أمام أحد المراكز الطبية يعني ما وصلت خلى فيت بباركينج السيارة كان هادي وسمتوا صفلي واحد يعني تيامنهن بمكان ونزل الحكيمة عرفت كيف ولدها؟ ما بقى مش إنه بوش 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 مش إنه يلا تفشي 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 لا وصل عندها قال لي يلا قرب 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 ورجع قرب ورجع خالصة 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 شوية يمين شوية شوية أفقيم وبس خلصيت شو قال لي مبروك لا بس خلصيت قال لي الحكيم طالع فيها قال لي مدام تركين مفتاح بقلبها إنه هلا كمان حدث غريب حول العالم حادث الغريب في مش إنه 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 صار حادث الغريب إنه حادث صار في شي إجا الخبير وحط الحق على شوف محكمة ألمانية تحكم لصالح حصان تسببه في حادث سير شو شباب حكمت لصالح الحصان بحادث سير إجا الخبير فت طلع عليها سيارة فت بحصان حكم لصالح الحصان ضد الحمار اللي عم بسوق يعرف كيف فت طلع الحق على أصلا هو مشكلته هيدا الحصان إنه مرته مرته كتير شاطرة مرته دافعت عنه محامية عنده حصانة فضيعية يعني فهيدا اللي رضحه إجابتكم موضوع هيدا 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 الحصان هون رباح ويبدو إنه أصلا عالم الاحصنة والحمير صار إلهم كتير شي مهمة كتير هلأ الحكمة عم ينصحوا بشي لتخفف هالقيام بشي لتخفف الضغط النفسي عم ينصحوا بعلاج جديد بعالم الطب شو هو العلاج شو العلاج إنك تخفف للضغط النفسي شو العلاج الجديد كزاناكس كزوطانين إدوية إنسة كله هذا ما بفيد بتدخن إنسة في شي هلأ كتير بفيد مضاعبة الحمير لتخفيف التوتر عن العاملين بالقطاع الصحي بعد كورونا فقد سمح مديره مزرعة للحمير بمدينة بجنوب إسبانيا للعاملين بمجال الرعاية الصحية بدخول المزرعة والتفاعل مع حيواناتها لتخفيف الإجهاد الناجم عن مكافحتهم ضد فيروس كورونا المنتشر وذلك بمساعدة الدكتور حمار وقد شهدت الحيوانات بالمزرعة بتتفاعل بسلام مع الأشخاص اللي كانوا عم بعمل حصولها ويتعاموا شباب هلأ لتخفف السترس مفروض الداعب حمار مش الداعب الداعب تغمره يعني بسمعتوا شو بسموه الحمار اللي كلهم بيغمروه ما سمعت دكتور حمار مش بسمعت بسموه دكتور حمار على آخر مرة واحد أكل وطواط صار معنا كورونا بس الداعب حمير عمد عينك والنظر تشتر حيصير معنا ما حدا بيعرف آخر خبر كمان عن حيوان خاننا نشوف شو صار حكمت السلطات بالمناطق الهندية بسجن إرد مدى الحقيقة بعد ما تسبب بمقتل أحد الأشخاص وجرح 255 غيرهم وتبين بعد ذلك أن الإرد مدمن على الكحول وأنه انقطاعه عن الشرب بعد وفاة ملكه سبب له موجة غضب ووضع القرد بالسجن الإنفرادي مدى الحقيقة بإحدى الحضائق بكامبور الهندية قرد تسبب بمقتل شخص وجرح 250 شخص وقرد مدمن على الشرب بيخلع سكرة وبيروح معلم بيفلط على العالم بلد شي قبل لا مش أنا أنا عم بقلده أنه أنا عم ببزمت فوطوع الحبس قبل ما يصير له شيء ما معقولش ومبسطوا فيه بس عملت إرد عن جد شيء شيء ولا ولا أحلى من هيك شو رأيكم ناخد أول بريك ناخد أول بريك بحلقة الليلة ومن بعد البريك شباب رح نستقبل معنا نجمة رائعة الجمال رح نستقبل معنا بكل اختصار وبكلمتان هبة من الله هبة نور يالا راحت علينا اجا الوقت نستقبل ضيفتنا بحلقة الليلة ضيفتنا هي نجمة رائعة الجمال تجمع بالإضافة إلى الجمال الموهبة التمثيلية الراقية جدا 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 هي اسم على مسمى هي هبة إلى عالم الدراما بدأ يسمع زعفي كتير كبير إلى النجمة هبة نور ايوه مرحبا اول شيء اول شيء انا قلت النجمة هيبا نور ولكن رح عيتلك وبلش عيتلك داري كأنه أنا وياكي أصحاب بوبي بوبي باعتولك بوبي هذا مو اسم كلب هذا بدأوني فيه برافا ليكي بوبي بوبي انه كتير في هبوشة وهبوش وكذا فانه بوبي جديدة هبوشة انتو بلبنا ما بتقولو هبوشة بيبي بس مش بايبي بايبي بس بايبي بمشاعري من أول الحلقة يقبرني الله انا شو هااااااااااااااااااااااااااااااااолог يعني مو معقول بدك دغري تقلي بايبي يعاني دغري هيك انها مشاعري يعني جداااually مو حصاساى اباااااااااااااا آها עם담 اطبعوا ا هاداا الشاعر مانه مخضر هادااااااى اين انتو، بس خلي انا نقولو شهده Eye انتو غنوجة مابعرف يعني انه بتتغنج لا على اللي حواليك انه ازا بدي ايه ازا بدي ازا بدي اكتر ايام بيكون بديك ولا ما بديك على حسب مين قاعد معي يعني هلأ فيني يكون غنوز طب طب لازه بس بس لازه انا نسيت الاعداد للأماني نرجع من عيده من عمله ضغري هيك لايف من عيد نعم اللي بديك يا لايف من عيد لايف هلأ كله لايف بلايف هي بس وقال هي جنين اللي بس يا من وين والله هاي الجنين عم تسقيها هيدا فسطان بينسقها ولا ولا بيضل هو هيك لا هيدا مسي انا حبي اجيب لك كل الطاقة الايجابية معي خضار بالأخضر وبالورد لأنه هلأ قالولنا من وراء الازمة الاقتصادية انه زرعه انت زرعت بالفسطان زرعت وضغري اجيت لعندك يعني انا هلأ جنينة وانت بطيخة لأنه لابس أخضر بطيخة عم تحمر هلأ بطيخة عم تحمر انا بطيخة في اشينة اشنينة لا ناطرت على تستوي ناطرت على تستوي اشينة وقشرينة وخدي مني البذر بدا تطلع حمرة وحلوة مثل الدم هيدا هي الشعم مش حيلة يا الله طيب هبا مغيرا لون شعرك اصلي ايه كذا السنة هيدا انت كل فترة بتعملي لون شعر معين لأنه اذا مفوت على جوجل منلاقي هيدا هول اللوكات يعني لايك كم لوك تقريبا عم نحكي هالوك ايه رجعوا لي اول صورة يقبرني يا الله رضيلي صورة اعم تحبيلا العشقر انت هايِ الاشقر هيدا هدئك حبيه فستان اكتر ايه باللت ثقب عندي هون غير لون بعد كمان كمان هون غير نوع شعر كمان غير نوع شعر كمان لا هي بروك هاي مص lineup اي كيرلي هاو هي قديمة كتير كل فترة عندك لوك شعر متلي انا انا نفس الشي انا كل فترة لوك انا كل فترة لوك شعر شعرك في الذات لمده اهتمام زيادك لك الغرة ثلاثة مهرة كون عم صور بدك ترجع شوي بدك ترجعتونا بس انا محفظته فين انا عيدهن عن جد سوري موجود انا اول مرة ما عملتهم فيي عيدهن بس شو السر هل انت بتغير لون شعرك وبتلعب باللوك تبعك اثارة للجدل هل انت يعني انت بتحب تثير الجدل للامانة انا بحب اني كون مسيرة للجدل بس ما ما بتتقصدي انا ما بتقصد ايهن انا ما بعمل حركات بشكل طبيعي جدا يعني بتكون ما هي قصد الاثارة يعني الاثارة بشكل عام كأنثة انا بشتغل لاني انا بحب لما بلبس لما بعمل لوك جديد انا بحب دايما تغير وبنفسي انا نفسي ترتاح بس لالامانة بس لالامانة بخليني اقول انه انت كمان انه انت بشفت الصور انه انت ما بتتقصد تلبس اشيه مغرية بصراحة عاد تيبك عاديات جدا لا لا انا هيدا اللي بستغربة اقوله حتى انت اذا فتت يوتيوب بيطلع لك جملة شو فتت ليلتان لا الاعداد انا طيب انت بتلع لك جملة انه غريبة وبتحسها شوي ما نصح مكتوبة بتفوت ما بتلاقي شي بيتعمدوا هنه يثيروا الجدل طيب كونك صبية حلوة رح نعمل فقرة اليوم رح نعمل فقرة اسمها لو ما كنت صبية حلوة لو ما كنت صبية حلوة هل كنت بتكون اليوم ممثلة بمعنى هل جمالك هو من ادى الى دخولك الى عالم التمثيل بالبداية ايه بالبداية ايه تعترفي يعني ايه طبعا لانه انا انا خريجة لا انا ماني خريجة معهد يعني انا اول عمل فتو اكيد بسبب شكلي بس انا يعني يعني لو ما شكلك ما انتبه لك المخرج الكبير نجد انزور من الاخر بالبداية اكيد نجدت كان بيحب البنات الحلوين يعني كبير ما بيحبهم لو ما كنت صبية حلوة هل كنت بتغيبي اربع سنين وترجع بتاخدي دور مهم كتير بالحرام لك خمسة غبتي خمس سنين ورجعت دغري اخدت دور مهم بالحرام لك شو لو ما كنت حلوة شو ليه بدو يرجعوك لا مش موضوع حلوة هون بقى هون كنت عثبتت نفسي لا في بنات هلأ كتير حلوين يعني هي البنت بتبلش اكيد بشكلها بس بعدين البنت هي بتطور حالها انا اشتغلت كزا سنة حاولت وين كنت بيهول خمسة سنين بالبيت شو يعني بالبيت بالبيت يعني شو بالبيت قاعدة عم عم جوزت يعني لا ما جوزت هيبانور هيبانور جاوبيدي لأنه هيدا السؤال ما حدا بقدر جاوب عليه انت عزباء انت متزوجة او مطلقة مطلقة يعني تجاوزت بها الخمسين وجهت طلقت لا مو متزوجة بس انا متزوجة ومطلقة يعني مو ضروري بها شو بدك يعني خصوصيات حدا سوري حدا لبناني حدا عرب لما كنت مزوجة ايه سوري اه دي اول مرة بتعلن اياه انو كنت مزوجة ما حددتلك امتى قلتلك انا كنت مزوجة بس شو اسمو سعيد سعيد مش نشوفني السعدانة بحياتي انا اه لا لا عم بمزح لا في سعيد ولا في ليه طلقت ما بعرف يعني ما ارتحت صراحة لانو ما بعرف يعني كأنو انا بالنسبة لالي الزواج اول كم سنة بيكون حلو كتير بعدين بصير في تغيرات يعني انت جاوزت عن غرام ولا عن شو صراحة يا اكيد عن أعجاب بس عند ليه سؤال لي المرة الحلوه أشي غريب انو لا المرة الحلوه بتنخان دايمن أكتري قواز ساير الرجال عنا بس يحس انه المرأة يعني بيموت على ما ياخدها وبيعمل كل شي كرماله بس تصير ملكه بس تصير ملكه وخلص بيأمن عليها بالبيت وبيصير بده يروح يخون يعني ما بدي أظلمكم يا شباب يعني بس أغلب الشباب بتخونين أغلب الشباب؟ أغلب الرجال يعني خوانين أكثر من النساء طبعا سؤال ما بتقبل الخياني ما بتسامحي هلأ ليك الصراحة لا ممكن سامح ليه ما سامحتي هلأ إذا تكررت لا ما بتسامح تكررت؟ طبعا خيبة هاي أول مرة هلأدك أنت صريحة يعني بس ما عندك مشكلة تقولي يعني الإيغو طبعك ما بينضرب لما تقولي أنا نخنت أكثر من مرة؟ لا ما في أشي بالعكس أنا بعرف حالي يعني أنا بس كون مزوجة أو مرتبطة أو حابة يعني أنا كتير بكون أنا برجي السرطان يعني السرطان بيحب عنده وفا عنده إخلاص بيعطي كتير بس يعني لما بكون بس وقت اللي تصير الوقعة؟ اي طبعا مساعدت رجعت تتجوزت؟ هلأ؟ 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 هلأ موقفة بصراحة يعني موقفة موقفة؟ موقفة هذا المشروع بس لكي بس لكي أنت ما توقفي يعني خففة ووقفة هخفف ايه يعني؟ هحاول ايه بدي خفف يعني بدي أدرف الموضوع الجميل راحت عليك رح اروح يقول لا راحت عليك راح او مراحت عليك يتبط لي ب encryption بأنك مغرمة وعمليات التجميل بيتهموك انك مغرمة بعملية التجميل شو يعني راحت عليّ؟ بمعنى؟ اي طبعاً احتسبت لهم أنك مش مغرمة بعمليات التجميل؟ لا ماني مغرمة طبعاً أكيد يعني كم عملية التجميل عاملة؟ شو يعني كم عملية التجميل؟ دائماً بنسأل هيدا السؤال يعني كل العالم تعمل مش بس أنا بس أنا يعني هذا مبين عليّ أن كثير أنا بعمل تجميل لا لا أنا أنا للأمانة يعني أنا ما كثير منو هشي الأوفر؟ شو عاملة؟ عملت قنفي كل ما بطلع لي قابلهم عملت قنفي بس ما استفدت ضل مثل ما هو هاك كان؟ ايه مثلاً إذا أنت بتقبل يحطوا صورة قبل وبعد؟ ايه ما بيفرق بالعكس يمكن قبل أحلى فينا نشوف؟ ايه طبعاً يلا فرجونا صورة اوكي هلا غير باق غير نوعاً بس تقريباً المنخر هو زيته مية بالمية ما فرق؟ ما فرق لا اوكي الميكاب فرق؟ الحواجب فرق؟ الميكاب الحواجب كانوا كتير بشعين به لكنه ولون الشعر أسود ايه التكوين ما كتير فرق اوكي طيب بس من خارج ايه يقال يقال قريت هيك بكم محل أنه متهمة أنك بتحبت قلدي مايا دياب وهيفا وبي صراحة بمرحلة من المراحل كنت حابت قلديهم بالشكل أنا بموت عليهم وهيفا بالذات يعني بموت عليها بس أنا لما كان شعري أسود بهيدا المرحلة اللي ورجيتني كانوا يقولوا أني بقلد هيفا كنت حتيك ميكاب أسود وهيك حبة مغرمة فيها بس ولما عملت أشقار قالوا مايا دياب ولما عملت أشقار قالوا مايا دياب أنت مين عمت قلدي هيفا ولا مايا دياب لا أنا مبقلد أنا بحبهم بس أنا بعمل الشي اللي بيلبق لي يعني اليوم هلأ مايا تعمل شعره بينك وأنا مبيلبق لي مسأكيد ما هروح عامله بينك راحت أو مراحت عليك تبطل عصبية زادة عن نزوم عصبية كثير كيف لعلق مع الصبت علي عم تستفزك لا أنا ما يعني أنا شوي يعني عندي شخصيتي متناقضة أنا بشغلي وبجوش شغل كتير رايقة يعني أنا بحبوني لأني رايقة وين أنت عصبية بجوش؟ بالبيت بالبيت مش انهاك خانك مش انهاك أنه مش انهاك ما زبطت العلاقة لا بالعكس يعني أنا عصب ليك رح قلّك شي أنا قبل بس عصبية شو بتعملي؟ شو ما بدك؟ شو؟ كسر خدي هاي التليفوني خدي هاي التليفوني لا تليفونك حلو شو بديك أنت بس مسارعة آخر يعني شو في لا لا أنا إذا بعصب بيتشعشق العالم فيني أنا هي شخصية تانية عندي ياها بس أنا ما بعصب مستحيل على شو ما عملت معها عصب؟ عجالة عم تحكي؟ بشغلي أنا كتير 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 سوبر رايقة سوبر رايقة يلا زب زب فقرة زب زب معي ريموت كنترول في قدامك شاشة رح قلّك فيديوهات رح قلّك فيديوهات ونعلّي على يون أنا وياك شو رايق؟ بديك؟ بدي ما قلتوا ليه ما بدي يعني؟ لا بدي أول فيديو ما عدلي إلا سيرتك أشكي الهواء أوصف حالك ما في السهرة بغادتك ولفقوا مرور ينطلع غلق فالي الفارق ديري أوكي هلا لا خليكي بس حاسمها صوتي قدين دمتي هيبا نور قدين دمتي إنك اشتركت بفيديو كليب مع الفنانة حاصل حلانة أبداً لأنه من هواني وبالرايح صاروا أو أطلقوا عليك آآآ تصنيف فتاة الكليبات اللي دخلت إلى عالم الدراق هل أنت ندمتي ولا من دمتي؟ بالعكس كتير مبسوطة بهاي التجربة لك أنا أول ما دخلت التمثيل كان كتير يجيني عروض أني أعمل كليب أو إعلان أنا بنا تتمشي وكذا بتعرف على ناس بيقول لي شو رأيك تعملي كليب شو رأيك تعملي إعلان شو رأيك؟ ما كنت إرضاء أبداً لأنه فجأة حطيت هدف التمثيل براسي وقلت أنا بدي فوت ضغري ممثلة أوكي يعني ما بدي فوت عن طريق كليبات هيدا الكليب عملته بعد ما مسلت بسنتين آآ يعني مش قبل التمثيل بس هيدا أسوأ اللي أنت عم تحكي لها بلعب نفتت بعالم التمثيل في ناس بيعتبروها خطوية للورا لا بوقتها كانت الحبيبي بهذا كل وقت كانت ممثلة بتتمنى تعمل كليب مع نجم أنا عاملة مع عاصي الحلاني يعني يعني هيدا اسم كلنا منشوف حالنا فيه وكان عندي حلم بوقتها أعمل مع كازم الساهر وما عملته ماذا يعني ما ساقبت بس كازم الساهر لو عملت بمدرسة الحب كان مو خمسمائة واحدة ما كنت حد بيينة كان نزامك راح كنون حفيات القدمين حفيات القدمين انت كرميل 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 قازم تعملي حفيات القدمين طبعا تارا 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 برقص أنا وياه بحليه مسكني أفاقب دكتور اسأنا وياكي خلاص خلاص خليك خلاص خلاص أنا مش نحال أوكي آآ سؤال صغير هل صدقتك بماجد الحلاني إذا الش blues امرار هو الشقيق العصوري اللي خليتكني بهذا الكليب. ، ما فانت مدرك بادي. م فانت م wrinkles صورة وان Кстати كانت مدير أعمالة هو ممن مدير أعمالة. مدير أعمالك. ولا مون مدير أعمالة. مو مدير أعمالة. أكيد ولا يشاعة يعنيと思います. بس. لا في معلومات بتقول انو كان مدير أعمالة. لهم تحية وبحبهم كتير وبتمنى ارجع شوفهم ما بقى شفتهم لا لا مومدي يا ريت ليه ما بقى شفتهم لانه من بعد ما صرت نجمة نجمة تمثيل يعني نجمة كبيرة في التمثيل سنتعم شوفي حالك على اليوم؟ ابدا نكرت فاطلهم؟ لا ابدا شو؟ شو؟ هون عمدي عاصمك لابلش تكسل تبالي لا بالعكس بس انا من النوع اللي ما بحب كتير يعني انا مالي كتير اجتماعيا الصراحة بخجل يعني انا مثلا بصور شي بكون لطيفة هباب صراحة دخولك بهذا الكليب او اشتراكك بهذا الكليب هل قوي كان لانه انت كان عبالك تعمل نجمة غناء صراحة ابدا ما خاص؟ يي لا طب ليه بتلبوني بكل المؤابلات تتغني؟ ما بعرف لاش مفاكرين صوتي حلو سمعيني سمعيني ابدا سمعيني انا بحكم لا 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 هيدا الميكرو هيدا الكباية منغني بعيد عنك لا يمكن تم يلا لا يلا ونغني فيهم اللي لا بس عن جلت صوتي محلو يعني يي اماني استحملوني لوينا ايه كيف تبليش في يوم وليلا شو استحملوني مع اني عابضين لي اعادتش انو ما عندهم ما عندهم يقولوا انو لا ما بدنا بتساعدني بساعدك؟ ايه شو بتساعدك في يوم وليلا؟ ايه طعم شو عمري ما شفتو هلا بس يقولولي يساعدني بساعدك ديو ديو امتا ببليش؟ امتا ببليش؟ موسيقى لازا 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 بلشوا اني امتا بدي غنيه؟ هاني صاروا صاروا بتاني غنيه بساعدك طب يلا انا حابلش بلشوا معين هاني صاروا بتاني غنيه بساعدك طيق فيه مرحة يعني يا عمي والله يلا انا بعملك طب واحد اتنين ثلاثة روح بلشوا بي في يوم وليلا ليلا وليلا خدنا حلوة الحب كله في يوم وليلا انا وحبيبي حبيبي 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 توتنا عمري لكم كله في يوم وليلا انا وحبيبي عمري ما شفتم عمري ما شفتم ولا قابلته يا ما يا ما شغلني طيبه عمري ما شفتم ايوه ولا قابلته يا ما يا ما شغلني طيبه وفي يوم لقيته لقيته هو هو اللي كنت بتمنى شوفه نسيت الدنيا وجريت عليه وسبقني هو وفتح ايديه موسيقى انا وحبه وزينا خدنا وحبيبي نسيت الدنيا من عيش سواء نسيت الدنيا وحبيبي تعالوا بيت يوم وليلا لَلَاggak مَا جمع ل69 يلا أكردت طبعاً مع الإعتذار يعني،ēعني... قد بقيت غنَّب حياتي من وقت معي قشيت عم ترفعلي معنوياتي لắc لbrance ميش اول مرة بتغني Plug انا عن جد اول مرة بغني هاي كاملة يعني. لأ. وشو غنات طرب ورفعت ايدي واندمجت. ايه ايه وكفر. بننزل وكفر ايضا. هعمل هيك شويتاني فضحتوني اوكي. هلا لايك شو رعا انا هجارب احميكي. حنزلوا على يوتيوب بفقرة الشعر. ما يحسبو غنى. بيحسبو الشعر بيزمط. هلا بيزمط. بولك اثارة هي بانور وهي تغني. اوكي. منشزة الصوتين. لأ بس انت ما نشزت للامانة. انا انا ما بغنى. ما بدعتي بس غنيتي صح. اه صراحة يعني ما عندي صوت. صراحة صراحة غنيتي صح هم كفر. تعرف شو? انا لما كنت صغيرة. انا لما كنت صغيرة عن جد كعت بتمنى لو الله عاطيني صغيرة. بعدني صغيرة? هلا 23. بس لما كنت انا كنت 16. اه لما كنت 16 سنة كت بتمنى يكون عندي صوت. انتي هلا عمري 23. فيني دربعة فكرة بس ما بحب. انت هلا عمري 23 من اي متا كليب كان عمرك 13 سنة كان عمرك 13 سنة مزبوط وقت المدرسة نقتك مش عاصة شكرا شو روحي إذا ما عجبوكي والله بغيرو لا يا يسلم شو بتحب تشرب شو ما صايتيني من إيديك حيو زهورات مني؟ زهورات يا روحي زهورة إيه تكرم حسام تحسين بيك نجم قدير جدا 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 بمسلسل نساء من هذا الزمن في دور رجل رجل كبير في العمر كهل إذا بدك يتزوج فتاة أصغر منه بكتير أنت اليوم هيبانور هل تقبلين أن تتزوجين رجل أكبر منك بالعمر؟ شرط أكبر منك بكتير بعشرين ثلاثين سنة شرط أن يكون غني ويصرف عليك؟ لا لأنه أنا بحب الحياة ليه شو خاص هيدا بها؟ أنا بحب أم بسط يعني أنا بحب كون مع شاب من عمري أكبر مني بكم سنة المصاري بتروح وبتجي كلنا المصاري ما يعني بالنهاية السعادة كلنا منبحث عن المصاري أكيد وهدفنا أنه نكون أنا هدفي أن يكون مشتقلة ماديا ومرتاحة وماني محتاجة حدا أكيد بس مو أني ضحي بحالي يعني لأنه تعتبر إما أنت تتزوج رجل أكبر منها بكتير عشرين ثلاثين سنة عم تضحي بحالة عم تضحي بحالة ما ممكن تحبه؟ ما ممكن؟ يعني حتعتبره مثل أبوه شوغر دادي شوغر شو بيصرفه؟ شوغر دادي يعني حتعتبره مثل أبوه أنه بيصرفه عليها وكذا بس أكيد ما في مشاعر يعني ما لا طيب أنت أصغر منك بعشر سنين تتجوزي؟ يعني عمره تسعة إنت إذا عمرك دهده إذا عصغر منك بعشر سنين؟ لا ما بتتجوزي؟ لا أصلاً بتتجوزي؟ ولد بيكون يعني مو ولد المرة دايمان أصلاً هي بتنضج قبل الرجال يعني أنا اليوم عم بي ثلاثين وكن مع شاب عمره ثلاثين أنا حكون ناضجة أكثر منه فتخيل عشر سنتين بربيه على إيدي بربيه على إيدي تحبه؟ لا يعني بس إذا صارت بربيه على إيدي بعمله مثل لا أكيد ما تحب يلا آخر فيديو بزيبزاب أشتقت لك يا أدو أنا أشتقت لك حبيبي بونجور مونجور تنبوسي شو سر العلاقة بينك وبين ابن خيك لدرجة أنه عم نحسه عم نحسك أمه مش مش عامته الله يخلي له أمه اي أنا مثل أمه عم جات حسه أبني حتى في صورة دي ولو خلا نشوفها عم بتبوس ابن خيك بيتمه مع أنه عادة معروف أنه بس الأم بتبوس للطفل بيتمه لا أنا بدي يبوسه من تمه بدي أكله طب ليش ما بتروح ليه ما بتجيبي ولد هبة ليه ما بتتجوزه وبتجيبي ولد إذا هل قدي الأمومة جواتك هل قدي عم تلعب رح قلك شي شو؟ الله يخلي له تمه يعني أمه وأبوه هلأ الله يخلي له تمه الله يخلي له أهله بس أنا قبل تيمه ويمكن كنت كتير حساسة بموضوع الأطفال أوكي ويمكن أنا لدرجة إذا بشوف فلد صغير عم يبكي ببكي أوف أنا ما بعرف عندي حساسية جدا عالية بهذا الموضوع موضوع الأطفال على فكرة والختائرة والعب والقوال والعمر أي طيب بس إجا عبالي هاي المساحة الفراغ العاطفي الفراغ الأمومة اللي أنا كنت بدي أو بتمنع أو بحاجته صرفت كل شي مشاعر حنان مع تيمو لدرجة أنه أنا هلأ خلص يعني ما عاد عندي مشكلة ما أجيب لا بجيب بس أنه يعني عاطي لحالي كم سنة لأنه أنا بفكرة هتشبعي بالتيمو يعني اللي هيكبر يعني مش بس تيمو أكيد هلأ بدي أنتبه على تيمو منيح يعني بديها يطلع هيك إن شاء الله مع أحسن الناس بس أنا كمان هلأ بوضع لازم أنتبه على شغلي يعني شوي وضعي حساس إن شاء الله بتنجحي بشغليك وبتنجحي كأم أيضا وأيضا هيبانور تاني بريك بحلقة الليلة تاني بريك ومن بعد البريك من كفينة سلامة هيبانور يلا تاني بريك بحلقة الليلة تاني بريك بحلقة الليلة مطلوب مني أنا إيه إشة بتضحك إشة بتسلي جدرح تقريبا الجدرح جدرح هلأ بنا نتسلى ونتدحس اللي بعد فيه إشة جدية بس قلق مشي حالي ماشي يلا منبلش تسحب يلا يلا أصحبي أيا كرة أول كرة لا انت تسحبين ورا بعض على صوته على القريب مطلوب منيك تختاري رجل واحد من بين الرجال اللي اخترنا لك ياهن وتتغزلي فيه يلا طلع على طلع على على السكرين بين نصيف زيتون بس كلهم مزلطين ليه ما يديهم مزلطين بين بين نصيف زيتون واقلي كفوري وباس الخياط بدك تنقل رجال بيناتهم وتتغزلي فيه آآ شو بدك تقولي له يعني أيوة هلأ هنان كلهم يعني أنا بالنسبة لإيه اللي بلاقيون حلوين ثلاثتهم مع بعض يعني ثلاثتهم مع بعض حلوين ثلاثتهم مع بعض حلوين ايش بدك تنقل واحد ما تكوني فجعاني هيب طيب ماشي حنقل نصيف 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 زيتون هاقل له دخيل هالشعرات وهاللوكما أحلى شكرا دخيل هالنظارات وهالقعدة والبوز معي بلا يلا الكارت اللي بعده شو مين طلع عليك عاصل حلينة شو بس دي قل لك أنت اليوم مفكرني فنانة شاملة ليه شو؟ اشتطر عليك شي لمروان خوري انا بس بمثل على الفكرة خلاني غني وهلا بدياني قرقص رأس؟ فارغيني مطلوب منك طرقصي الشرقي على أغنية يا بنت السلطان أيوًا ليه لا Hass يا عزا شول لازا شوي لازا شوي لازا شوي لازا شوي لازا شوي صلوا من أول حلقة بذقفوا عاضي ما عالفشو صلوا هلا حمصوا لازغ شوي لازغ شوي لازن شب تعمشو هيك؟ يعني حليك شو يعني؟ عني فرعة هاشة بس انت روح شوي على هنا ماتي حيتا؟ لا آيان حاتا مارح اعرف الا Yong مين قالك اني بعرف رؤس بركيا ما بعرف رؤس لا بيبرموا وجون كلوا قالوا لي كيف تروس بس انا ما كتير بعرف رؤس لا ما بتحبي بعدين ما بتحبي تروس انا كنت ما بحبق رؤس كمان ايو بعدين بقوم تغيري بعمل لك لا انت شفتش جمهور ما اتفتت اه اه انت ما اتفتت جمهور هي جمهور هيك عاملين الشباب لا الحمد الله الشباب ما بسوطين فيك ايوه ياه ايوه يا اختي يا حبيبي متأكد انه بكياني انا متأكد انا المتأكد اوكي مين قال لكم انه رأسي بس هاي ليش يعني شباب بتعفو تدقوا بنت السلطان يا اوكي بنجرب يا بنت السلطان يا حرام اوكي اه يا بنت السلطان هادا ضروري هاي الفقرة بالحلقة يلا ضروري واحد لا 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 لجمهور لان انا حسنك بتعملي هيك اول شي لا لا لازا هاي شو هاي 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 هيك هاي شو هاي هادي ام اكيان تروسيك وتروح الاعراس ام اهيك ان تروح الماقسي انا بخجل والله بخجل يلا واحد اوكي انت السلطان حنى على القلبات المية بأيديكي محصوبك عدشان آه مندي السلطان حنى على الغلبان المية بأيديكي محصوبك عدشان أو على كبرى عبتاس آه مشيه ومشي الناس مشيه تبص عليكي فرقت وبانالاس الديني السيني أكتر المية بيدك سكر اي سيني سيني أكتر المية بروح نحن الوحيدة الضيجرة 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 رقصت وغنات وشو بدي اعمل لسه؟ مش معقول مش معقول بس قلت لي انا بابع فرقص مبين انك هدي انك يوم فرقصي صراحة للامانة يعني لا انا قليل انا قليل ما ارقص صراحة لكنه يعني بعرف شوي بس مش لا واضح شوي يعني في هاي بسمع من فيها غير ايك كتير انا انت برقصه احلى بكتير يعني انا متوسطة لا معك في هاي دال هيشي بس طرص احسن مني كلمة فيه بس فيه بس يلا ليه من بعده الرأي العام مقسوم على النقيب زهير رمضان ناس معه وناس ضده مطلوب منك تحددي موقفك منه يا معه يا ضد اعادة انتخاب زهير رمضان نقيبا للفنانين اثار الجدل كبير وانقصام بالرأي بين الفنانين السوريين الممثلين والفنانين انت منك نعبية ما بتنتخبه ولكن بد منك موقف هلا انا مني مثل ما قلت انا مني نقابية اصلا بس انا بشوف انه دايما لما بيكون فيه اكيد الفنان زهير رمضان بوجه له تحية كتير كبيرة كمان هو اليوم تاريخ بالفن السوري يعني بس انا بشوف انه مو غلط نعطى فرصة لاشخاص اخرين لناس اصغر بالعمر يعني اليوم نحنا يعني دايما بحاجة وجوه شعبة اكتر حتى لو كانت نسائية ما انا غلطية يعني انت كنت تفضل فادي صباح يربح انا يعني احترامي لا اكيد زهير رمضان بس انا كنت مع فادي صباح فادي صباح برايك حدا اصغر بالعمر يساهم في تطوير القطاعات نحنا اليوم بوضع كتير محرج بالدراما السورية عن جد بحاجة يكون في عنا وعي نظرة شابة بتحاكي الواقع اليوم والجيل هيدا اللي عم نشوفه فنحنا بحاجة التطور لتقدر ترجع تتعافى للدراما السورية بشكل صحيح اوكي شكرا جزيلا لا الي هلا يلا الكارت لي من بعضه يلا فيو شي مشاكل مع حدا انتي بتحبي كتير لعبت من دون كلام مطلوب منك تلعبيني اياها مرة اعمل لك شغلة من غير كلام من غير كلام اه وانا بدي احزر وانت بدك تحزر طيب حزرك مسلسل لا ما تقولي لي انت كنت لازم تعرف مسلسل او غنية يلا مسلسل اه وقف ايه طيب انا بلون شو هاي شو شو انا مكان مكان اول كلمة تاني كلمة تاني كلمة مكان اول كلمة لا ما ما اوكي ما بعرف ما فيي خلق دوري انا خلق دوري احزر ثلاث كلمة اول كلمة شو تاني كلمة اولادة اه فظيح شو عم بولد فظيح عم بولد ما عرفتني عم بولد طب انا بس عطيني كلمة يعني هاي شو بدها تكون شو 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 مو هكي الولادة بس عم بحوة شو شو المسلسل كلب المير مير كلب المير مير صرت اصفه في شي كلب المسلسل كلب من الخاصرة شو بدك يلا من خلص غلبتني يلا مش ما اقول شو حلو هلا بي وزيع يلا أصحابي كارت أصحاب بيتها لازم نعملها دائمان على فكرة نعملها الحلقة كلها اي اي والله مطلوب منك تتصلي هلا بشخص من الوسط الفاني بتقليله انو انا بحبك وبعد ما يجاوبك بتقليله انك بتقليله انك ضيفتي وانا اللي طلبت منك هتتحدي اوكي مطلوب منك تتصلي هلا بشخص من الوسط وتقليله انا بحبك ومن بعد ما جاوبك تقولي له انك ضيفتي وانا انا طلبت منك هتتحدي لمين دي يقول له انا بحبك للشاب ما هي الحلو بس تخافي جاوبني قال لي وانا بحبه ايه وازا جاوبك ايه ما هذا الحلو بالموضوع ليش وقاوزها المتحدث حسناً مالذي أن تعلم على قصائح لكن أولاً أن أردك الزلمة من الوقت؟ عبدالة قصائي أه أه أصدق؟ مرحباً يا قصائي أهلني يا أبوشة ما هي الأخبار؟ الحمد لله، كيف كانت لي؟ طوام، الحمد لله، أنا دقت لك بدي أقل لك أنه أنا بحبك كثير يا حبيبة قلبي أنا بحبك كثير وشوف حالي فيك يا عيوني يا الله يساعدني قلبي وأنا هلأ مع هشام حداد ببرنامج راحت علينا بس أقلولي بدك تدق إلى حدا من أصدقائك وتقلل له أنا بحبك فقلت لهم أنا قصي غالي كثير على قلبي قلت لك يا حبيبة قلبي وأنت غالي وسلمي كثير على هشام قصي حبيبي تعلم قصي بس ممكن نعرف شو عيبت الله شو الاسم الغنج أول شي هشامو كيفا يا حبيبي تحياتي لكل الجمهور اللي عندك وكل الشباب اللي عم يشتغلوا الكاميرات والأساتي زي شكرا شكرا أنا قصي أنا بس اسمح لي أقول شغلي أنا عندي كثير أصدقاء بالوسط الفني يمكن أصدقائي الشباب أكتر من البنات وبحترمهم ونو بحبهم كثير بس قصي قصي أنا بعرفه يعني من زمان قصي لغاية اليوم هو قصي خولي قصي رجلي على الأرض واثق من حاله بحب الناس متواضع طبيعي ما عنده مرضه النجومية فأنا كرمال هيك كان خياري أنه قصي لأنه قصي بالفعل يحترم فكلنا من حباق قصي شكرا شكرا أحب أحبoch شكرا شكراً شوفي شو؟ عايب ما تكشف عن عمريك أصلاً عايبك شوف عن عمريك عايبك شوف عن عمريك لأنني بحبك يلاً آخر كارت بس عن جالة دي عمريك آه 23 آه شفت كيف كشفتك بس هاي بوسي من قلبي عتيتك ياه يا حياتي يلاً آخر سؤال مطلوب منك تكوني جريئة وتشيلي المكياج عن وجهك وإذا ما بدي شو بعمون؟ بنبوسك مرة تانية مبوس يا بوس كمان مبوس مع أنت لا 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 ما بتشيل ميك أب؟ لا أنا بشيل ميك أب بس هلا قاعدة بحلقة وجاية مبسوطة بحالي وهلا بآخر الحلقة بشلك شي شغلة إذا بدك بس يعني كل الميك أب خلاص إذا بدك برات الهواء بنشيل ميك أب مبسوطة بحالي يعني عملي ميك أب و مفي مشكلة بدي أخد بريك آخر بريك بحلقة الليلة وبعد البريك عودة للحلقة راحت علينا مع النجمة هيبانور اللي سوبر لذيذة وحلوة ومهضومة ويعني الشيخوات بريك يلاً موسيقى 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 بعد بريك عودة لآخر فقرة من حلقة راحت علينا للليلة هلا رح يقعد محلة حدا هي بس مش هي لتحكوا اتنيناتكن عن مدى كرهكن للرجل بدنا نستقبل سوا الاعلامية المصرية رضوة الشربيني يلاً موسيقى 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 الاعلامية المصرية رضوة الشربيني أهلا وسهلا فيك قدامك النجمة هيبانور تايناتكن بيجمعكن كرهكن للرجال لا لا ازايك يا حبيبتي حبيبتي طبوشة قلت قلبي انت هتتجوز واحد يقولك طبوشة لا 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 مش طبعا انت هيبا هيبا ما تتجوز حد اذا لو انت ما كنتش هيبا من عند ربنا اقول لي ايه هيبا اوكي رضوة الشربيني شو بيجمعكن سوا غير كرة هتكون للرجل هتكون تحكوا سوا عن الرجال ايه طبعا هتتسامحي على الخيانة لا انت بتسامحي سامحت مرة تاني مرة لا مش هتسامحي بلوك 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 طب فرس احلامك ايه عاوزة ايه يكون راجل راجل بيدحكك بيستابلي عربية والله لو يضحكني كويس قوي يعني ايه يضحكك؟ عربيات روليكس ايه عربيات روليكس كدا بيدحاكك؟ طبعا هيدحاكوني قوي وانا هيدحاكوني بس يتجوزك كدا اعمل ايه اللي يحبنا نحبه واللي ما يحبناش؟ ما نحبوش أنا بحياتي ما كنت عند حدا ما بيحبني دايماً كل ما بحب يكون هو بيحبني يحبك أكتر؟ لأ ما ينفعش عشان لو بيحبك أكتر هيحبه واحدة تانية أكتر والثالثة أكتر أنا ما ينفعش مش هنتجوز مش هتجوز لأ طبعاً مش هنتجوز على نقط كده آه طبعاً وإيه؟ عاوزنا نسأل يعني إيه الحاجة اللي تفشتك من الراجل؟ حصل معاً النكاد ما تحبيش النكادين؟ هما صارين نكادين قوي أكتر من الستات يا حبيبتي والبخل؟ والبخل أكيد ده نمبر وان يعني البخل ما نحبوش لا ما ما نحبوش لو الواحد بخيل ما بيجيب ليش حاجة مش هنتجوزه وإحنا لو كنت بوازة في البيت مش عاوزينه لا 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 ما تكونيش تصدي خانة وإيه تاني؟ إنت بتعمل بلق 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 للراجل لمحخرج من هنا هاملها بس 힘들 كل الرجال بس wanting ماذا سبب الكرهك للرجال رضواء؟ لماذا تكرهه الرجال؟ لماذا تكرهه؟ هلأ أنت مع estable أكثير الرجال صراحة لا لا أنا ما تكرهه الرجال أبدا بس يعني أنا بحب تتفاهمة رضواء بتتفاهمة بتتفاهم أنا بحب المرة تكون هي رضواء بتعطي قوة للنساء لأنه صرنا بفترة صارت النساء ببعض الأحيان ضعيفات بحاجة سند فقط طيب عندي سؤال بس النسويات اللي مثل الردوة اللي شوي أيام بيبالغوا بموضوع تمرد المرأة على الرجل ما بيضروا أيام كمان يعني لما تبالغي بموضوع أنه الرجال كلهم ما بيسفوا الرجال كلهم مضخوا الرجال كلهم يعني أنت كمان نا مشكلون أنت كمان التيلة معظم الرجال بيخونهم معظم الرجال بيخونهم ومظفوا وفي حدي ما يخونش كلهم بخونهم يعني أنا معرفش تعليم ظلم لا لا هي بتعطي قوة قوة للنساء واليوم كثير في نساء بالمجتمع موجودين بحاجة هذا الكلام لما تقفي مشكل بين مرأة والرجال لا شعريا أو شيء بتتعطف مع المرأة لا شعريا أو ما تعرفي شو التفاصيل طبعا بتتعطف مع المرأة شو ما كانت عاملة شو عم تحكين بس أنت شيء غلط بركة طلعت مجرمة بالأخير ليش نحنا لا يعني دائما دائما المرأة هي يعني عاوزة تقتله عشان هو عمل جريمة دائما أنت ما بتقامني يعني عفوا أنتوا ما بتقامنوا مثلا أنه في رجال بيعني في مرأة بس في مرأة كمام بتعني في رجال لا في مرأة بتعني في رجال طبعا فيه بس إحنا ممنوع ترفش كده آه إحنا مندي الصورة الحلوة بس عننا أي حاجة تانية إحنا مش جاهزة ممكن تضرب رجال لا بدرب ممكن إذا مد يده عليك تردي اللي يضربنا يعني ممكن ممكن نجتملأ لا إسماعي 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 إحبتي أنا هضربه وأكسر كل حاجة على دماغه يعني أف لا هشكرك عملتيا بس لا ما أنا عملتها بس يعني إذا صارت أكيد هاعملها بس تتجوز بتحب العصمة تكون بإيدي أنا نقطة يعني أنا برأيي أنه الخيانة ممكن صارت سامح ممكن بس يمد إيده هاي مستحيل طيب أنت العصمة بس تتجوز بتحب تحبها بإيدي لا لأ لأنه أنا بحب الرجال يكون رجال بس ما يكون عنيف لا طبعا بحبكم الرجال طيب شكرا رضوة الشربيني لألك على المحاضرة النساء ويزقفولها لرضوة شكرا لألك آخر فقرة بالحلقة هلا رحيقعد محالة موهبة سورية في تقديم البرامج رح تقابلك بآخر ثلاثة دعايق من البرنامج من حلقة راح يتعلانا للليلة بلسمع زقفة كتير كبيرة من بعد التقرير رحيقعد محالة مجد علي ورحيحاورك بآخر ثلاثة دعايق من الحلقة حاضرة؟ حاضرة من بعدها منودع أنا وياكي منودع الموشي أنا هونيك بس بديك شي حبيبي أولي العيو طيلي لايك هونيك أنا حاض حد قلبته بس بديك شي حكيني يلا سيوا حبيبي تقرير اسمي مجد علي من سوريا من محافظة لدي عمري عشرين سنة بدرس حقوق عالم الأضواء والتلفزيون بستهويني كتير واليوم مقابلتي رح تكون مع النجمة هيبا نور وإذا حبيتوني صوتولي جمالة كان سبب مرورة نحو النجومية والصدفة لابت من البداية لصالحة غابت ورجعت وما تغيرت محبة الناس إلا دبلوماسية لأقصى الحدود وحياة الشخصية خط أحمر حيبا نور أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك مجد سؤالي الأول إليك معروف عنك أنك فنان جريعة وسبب وقدمت بوسي في فيلم صديقي الأخير آه أي وقدمت بوسي معنا اليوم معنا اليوم كمان معايشان إذا طلبت منك البوسي بعمل تاني ممكن أنك تقدميه؟ لا أنا رضيت أعملها بفيلم صديقي الأخير لأنه كان في إلا تكنيك معين الصراحة يعني ما بينت بطريقة مستفزة للمشاهد يعني وقت المخرج جود سعيد أنا ما كنت موافقة بس ألي أنه حنعملها بتكنيك بتطلع هيك على بلاك أنه ما في ديتلز مبينة أنه لتأذي مثلا أو تجرح عين المشاهد عفاً بس عفاً بس سؤال بس سوري بانشت شو التكنيك عفاً؟ تكنيك معين بيعملوه بحيث المشاهد يعني إن إحنا من نمثلة أنه يعني بيبوسيك بس ما بيبوسيك؟ يعني بيبوسني بس ما بيبوسني يعني بيبوسيك 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 بس هو بيكمة بسيك؟ أي بركها من نعملها بأخذ الحال حلص مش تكفي حبيبي تأمنت لي بوسي عيلافيو حبيبي طيب شو معيار القبول أو الرفض عندك للمشاركة بأي أعمال؟ معروف عنك أنك ترفضي أعمال أكتر من أنك تقبليهم شو المعيار اللي بتتبعي بها المعيار اللي بتتبعه أنه نحنا اليوم عم ندور على التطور على النجاح يعني أنا اليوم ما فيني قبل دوري رجعني سنتين لوراه ولا خمسة سنين أنا اليوم بحاجة أني أتطور بشغلي وأنجح وأنا بالفعل ما بشتغل إلا الدور اللي بحبه يعني بس أقرأ إذا حبيت الدور بشتغله إذا ما حبيت لو شو ما كان ما بشتغل شكراً لألك مجد عليك شكراً لألك روعة انت على فكرة بدي إلك شالي أنا بهنيك بهنيك على جرعتك دعاف عليك مجد هايدي كانت حاليتنا مشاهدينا الكرام مع هبانور نجمة رائعة من جوا ومن بره بتيابة بجمالة بجنانتا بعناقطة بكلك على بعضك حلو كلك على بعضك حلو والأحلى الخجل البعيون أنا أنا كتير مبسطت أنا كنت معك اليوم أول مرة أنا بعمل معك لقاء بحبك من زمان اليوم حبيتك أكتر روحك حلوة بتجنان مبسوطة معكم كتير ومبسوطة ببرنامج رحت علينا بتوفيق لجميع شكراً لألكم شدعي كرام أسبوع المقبل شكراً للشباب حرقة جديدة اللي يستحملوا النشاز طبعي شكراً لألكم شباب وشكراً لألكم جمهور اللي معنا باستيديو وشكراً لألكم جمهورنا الكريم أسبوع المقبل حلقة جديدة مراحل علينا مع نجمة أو نجم آخر كمان رح نكون رح نجرب نكون على قدر التوقعات نعملكم حلقة حلوة كتير مشاهدين الكرام باي روحك حقاً موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة